اليوم يا سابع رح نحكي عن درس طبقات الغلاف الجوي بداية بنا نتعرف على مفهوم الغلاف الجوي وما المقصود به الغلاف الجوي هو عبارة عن غلاف من الهواء يحيط بالكرة الأرضية حيث يمتد من سطحها إلى مئات الكيلومترات إذن هو غلاف من الهواء يحيط بكوكب الأرض يمتد من سطح الكرة الأرضية حتى مئات الكيلومترات ويتكون الغلاف الجوي من العديد من الغازات والمكونات ورتبت لك إيهم هون بشكل واضح أول شيء يتكون من غاز النايتروجين ونسبته 78% إذن أكثر غاز نسبته موجود في الغلاف الجوي اللي هو غاز النايتروجين ثم يتكون من غاز الأكسجين نسبته أقل من غاز النايتروجين ويشكل ما يقارب 21% من مكونات الغلاف الجوي أو من الغازات الموجودة فيه إذن يتكون من غاز النايتروجين أكبر نسبة فيه بعدين بيجي عندنا غاز الأكسجين نسبة 21% ويتكون أيضا من غازات أخرى تشكل جميعها ما نسبته 1% مثل غاز الثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ويوجد أيضا في الغلاف الجوي كميات ومجموعات من الغبار والأتربة تمام؟ هلأ كل ما يا سابع ارتفعنا إلى أعلى بقل تركيز الهواء الجوي إذن بقل تركيز الهواء الجوي كل ما ارتفعنا إلى أعلى وبتتغير درجة الحرارة أيضا إذن مكونات الغلاف الجوي النايتروجين الأكسجين ثاني أكسيد الكربون بخار الماء غبار وأتربة هلأ يقسم الغلاف الجوي بحسب اختلاف درجة الحرارة إلى مجموعة أو إلى عدة طبقات أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي اللي هي طبقة التروبوسفير طبقة التروبوسفير وتسمى أيضا بالطبقة المناخية عيد معي طبقة التروبوسفير هذه هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي تكون ملاسقة للأرض إذن هي أول طبقة قريبة لنا على سطح الأرض يبلغ سمكها تقريبا 12 كيلو متر من سطح الأرض وتحبت درجة حرارة هذه الطبقة تدريجيا كل ما ارتفعنا إلى أعلى يعني كل ما ارتفعنا إلى أعلى بتقل درجة الحرارة في هذه الطبقة وتحدث فيها معظم التقلبات الجوية وتتكون فيها الغيوم والأمطار والرياح والظواهر الجوية الأخرى يعني كل شيء تقريبا أنت بتشوفه من تقلبات جو ورياح أمطار غيوم يكون فيه طبقة التروبوسفير بعيد ما هي طبقة التروبوسفير يا سابع هي الطبقة الأولى من الغلاف الجوي ملاسقة لسطح الأرض كل ما ارتفعنا إلى أعلى بتقل درجة حرارتها وتحدث فيها معظم تقلبات الجو مثل الأمطار والرياح وتكون موجودة فيها الغيوم الطبقة الثانية من الغلاف الجوي اللي هي طبقة استراتوسفير عيد معي استراتوسفير استراتوسفير وهي الطبقة المستقرة في الغلاف الجوي سموها الطبقة المستقرة ليش؟ لأنها تخلو من التقلبات الجوية هلأ تمتد هذه الطبقة من نهاية طبقة التروبوسفير حتى 50 كيلو متر وزي ما حكيت لك ما بيكون فيها تقلبات جوية عشان هيك سموها طبقة مستقرة ولأنه ما فيها تقلبات جوية وبتكون مستقرة تعد طبقة مناسبة للطيران إذن الطائرات لما بتكون في طائرة بتكون ضمن طبقة استراتوسفير الطبقة الثالثة هي سابع من الغلاف الجوي اللي هي طبقة الميزوسفير الميزوسفير عيد معي طبقة الميزوسفير وهي الطبقة المتوسطة تمتد هذه الطبقة تقربا من 50 إلى 80 كيلو متر اللي بميزها أنه تحترق معظم الشهب في هذه الطبقة لأنه خلال هذه الطبقة الشهب اللي بتكون جاي على كوكب الأرض بتحترق وفي هذه الطبقة فما بتوصل لسطح الأرض فهذه الطبقة بتعمل زي حماية لكوكب الأرض من الشهب آخر طبقة هي طبقة الثيرموسفير طبقة الثيرموسفير وهي الطبقة الحرارية يبلغ سمك هذه الطبقة مئات الكيلو مترات تمام وأهميتها أنها بتستقر الأقمار الصناعية في مدار هذه الطبقة إذن طبقة الثيرموسفير طبقة سمك سميكة جدا تقريبا من 500 إلى 1000 كيلو متر مئات الكيلو مترات وفي عندك زورة في الكتاب بتوضح أنه تستقر معظم الأقمار الصناعية في هذه الطبقة واضح يا سابع اشتركوا في القناة